ماشي الديني الورق اللي فوق بتاعنا اللي اللي تحت بتاعه هو هيلعب بيه هو لو انا من وجهة نظري هابدأ بالشناوي ايمن اشرف هابدأ بالشناوي لسبب لان هو كثقة وكخبرة يعني اعلى من ابو جبل مع ان مفروض الطبيعي بعد النهائي كان لازم ابو جبل يبدأ على المستوى اللي هو ظهر منه بس احنا بنقول الخبرة بس هنا في الحتة دي عندك ايمن اشرف والوينش احمد فتوح وعمر كمال السلية والنني ومجدي افشا لا 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 واحدة واحدة شناوي وايمن اشرف والوينش يعني انت شلت محمد عبنة محمد عبنة بيقولك مقوف النطي الاولاني مقوف لا 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 مش مقوف انا بس اححلك واتحطه طيب ايمن اشرف يبقى انت كده مش مختلف مع راجل لسه في حاجة محمد عبد المنعم لا ومحمد عبنة بمحدش يقعده طيب محمد عبنة ام والوينش والوينش اوكي نصح فتوح فتوح ماشي وعمر اهو انت السلام طب انت اهو السلية السلية النني ماشي قدامه مجدي افشا اهو نيجي بقى الشغل بقى ناحية الشمال تريزيجي تريزيجي نيجي الشغل بقى ناحية المين زيزو نيجي الشغل بقى راس حربة محمد صلاح سلام عليك فنان ليه بقى فنان لانك انت عايز بقرة في مطش بقرة حلول كتيرة في الملعة تشكيل الكابتن رضا يا جماعة تخف الدخل تشكيل كابتن كابتن لانك انت مش هتعمل الكلام ده هناك انت هناك انا بقى من وجهة نظري ما تاخدش زيزو ما تاخدش افشا ما تاخدش العب بقى الفتح والسولاية والنيني العب بقى ان شاء الله تجيب شكار اسمانت وتقفلها ما عنديش مشكلة انما هنا يا حسام لازم امشي اروح بدكار وانا عامل رصيد في البنج طيب تشكيل كابتن رضا شناوي شناوي فتوح عبد منعم الوينش كمال سولاية النيني افشا ريزي جي زيزو صلاح ده تشكيل كابتن في نقطة بقى كمان هنا بالنسبة لصلاح صلاح لما بيلعب ناحية الرايت تلاتة بيمسكوه تلاتة صرف بيمسكوه زي ماتش المغرب وفي كل المكشات كل المكشات اللي هو اللعب فيه انما لما ياخدش رص عربة انا بقولك هيبقى واحد بس اللي بيمسكوه فده تبقى فرصة لنا اي كورة اي باص سواء من افشا للي اي حد هيبقى قريب لجون اكتر من ناحية الرايت تمام كابتن سايد اديني التشكيل بتاعك كابتن رادة دانا التشكيل يعني الشناوي ما فيش اختلاف عليه طبعا الوينشو محمد عمين برضو فتوح وعمر كمال في نص الملعب يعني بالنسبة لنا يعني مختلف شوية في حتة يعني هيبقى عندك اختيار من السلية والنيني وحمد فاتحي اتنين من التلاتة دول والتالت من وجه نظر لو بتلعب لا هم يعني التلاتة مش مختلفين عن بعض ماشي يعني اي اتنين من التلاتة دول يعني لا الدين اتنين النيني مثلا والسلية اي دي خلاص اهو التالت عشان الاستحواذ اه التالت التالت بالنسبة لي لو انت بطريقة لعب الراجل وانهو بيلعب بتلاتة في نص الملع يبقى زيزه زيزه التالت يبقى زيزه يلا عشان يقدر يبقى عندك نحية جمعية ويدفق بشكل كويس ماشي مسلس الامان اللي قدام الطبيعي جدا صلاح هيلعب في مكانه نحية تلمين اه تبدأ بتريزيجي تريزيجي نحية الشمال ومصطفى محمد ده الطبيعي خلي بالك انت اما جربت صلاح برضه اه في كاس افريقيا في اول مباراة اما لقى فرود وحطيت مصطفى عالجام مردت بمسلا سبعين دقيقة قد صعبة جدا بالنسبة لان الامور انت تغييرات لا لا سامي اقولك ليه الامور مختلفة ليه لان اولا مصطفى محمد مش بتاعته حتة الرأي ايه ده لو حط زيزو كنت هتلاقي ايجابية اكتر حلول اكتر لان مصطفى لا مش كله مصلاح نفسه لا 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 ما انا بقولك ده مصلاح في ماتشات كتيرة في ليبربول بيلعب رسحار خلال المباراة انما مش بداية المباراة لا في مباراة بيبدأ فيها ان فرميني وهو اللي بينزل والتاني هو اللي بيكمل على طوله ويبقى هو الرسحار مع بعض عشان التلاتة عمضون مالي انما هو ان هو سابت انما هو فروت سابت جبت بقى صعبة جدا بالنسبة له سهل سهل يتمسك في الحتة دي انت بيبقى عندك اتنين مدافعين موجودين ان مصلاحها اضطرف تسعة أو تسعين من امكانياته موجودة في الحتة دي تشكيل كابتن سيد معاود الشناوي الوين شعب منعم عمر كمال فتوح السولية النيني زيزو تريزي جي صلاح مصطفى محم اهلا بص اقول لك حاجة اه انا ممكن احنا لنا اللي يقول لنا رؤية طبعا المداري بليه رؤية تانية اكيد طبعا ابو نحترمها هو احر يعني يعني انا موجودة نظر ان انت زي ما نقولت انت في ملعبك انت عايز تعمل فعل وهاستعمل فعل وتستغل الروح القتالية اللي موجودة للعيبة بس في نفس الوقت لازم يكون عندهم حلول يعني ما حطش اتنين دفندر صلاحي يعني لكن لكن هيبقى ضامن ها هيحطي تلاتة لا يعني ما حطش ما حطش اه النيني و مثلا وحمدي وحمدي لا المطش مش السبعي كده خاصة ان انت عندك لعيبة عندها يعني عنده الحتة الهجومية والدفعية كبيرة جدا زي زيزو السولية عنده الحتة دي يشتغل بيها فانت لو عملت واحد لو عملت ارتكاز زي مثلا النيني أو حمدي فاتح واشتغلت بزيزو والسولية مع الاتنين اللي اتنين يشكملوا وبرجعوا حتبقى عندك قدرة هجومية وهي تقوي بتساند بتساند محمد صلاح مع مصطفى محمد مع تري زي جي تري زي جي لازم يكون موجود وزي زي جي لازم يكون موجودين طيب اللي اتنين بيكملوا بيكملوا بزياد نحة هجومية من نحة اليمين أو تحت تحت الفيرز حربة يبقى عندك اتنين زائد محمد صلاح زائد تري زي جي الكسافة الهجومية زائد الكسافة الدفاعية الارتداد بتاعهم هيبقى كويس جدا لان زيزو عنده الامكانات دي والسولية عنده الامكانات دي وفيه تمركز فيه رؤية كويسة زي عندي عندي النيني انه يقدر يعملها كويس بالتشكيل السلاسي سواء كابتن ساد معاوضة كابتن حسام حسن أو كابتن رضا عبد العال فالتشكيل الاقرب لمباراة النهاردة واللي ممكن يبدأ به كارلوس كيروش هيكون محمد الشنوف حرستر مرمى في خط الدار محمد عبد المنعم والوينش عشان اللعبوا مع بعض في بطولة أمام أفريقيا الأخيرة على الشمال هيبقى أحمد فتوح وعلى اليمين بنسبة كبيرة هيبقى إمام عشور علشان يحاول يقلل خطورة سادي ومانية شوية والهجوم اللي هيبقى على منتخب بصر أما في نص الملعب هيلعب بمحمد النيني وعمر السلية قدامهم محمد مجدي أفشا هتبقى مهامه أنه هو يدعم الهجوم اللي موجود فيه مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد صلاح ده في الأغلب التشكيلة اللي كيروش هيعتمر عليها النهاردة ممكن نشوف عمر كمال ولكن ده في حالة إنه لو عاوز يهاجم من أول اللقاء وما بقاش فارق معاه حاجة وإنه إذا عايز يخطف التقدم فممكن نشوف عمر كمال يكون موجود في الملعب ولكن لو بيفضل أكتر إنه هو يأمن دفاعيا وبرضو يبقى مأسر هجوميا من أكتر فهيلعب بإمام عشور عشان إمام عشور يلعب عبلي كده على سادي ومانية في بطولة أمم أفريق اللي فاتت وكان عامل أداء أكتر من رائع وكان مسيطر بنسبة كبيرة على أداء ومحجم أداء سادي ومانية في اللقاء ولكن مهما كانت التشكيلة اللي هتتعامل أهم حاجة إنه يكون 11 لعبي المجرم في الملعب يكونوا رجالة وعلى قد المسئولية معاك النهاردة خدعم جمهور ب65 ألف مشجع حاجة كده من أيام الزمن الجميل لمنتخب مصر أتمنى اللاعبة يكونوا على قد المسئولية النهاردة ويكونوا عندي حسن نظن الجمهور اللي رايحالهم من كل إنحاء الجمهورية النهاردة علشان تشجعهم وقدروا أنهم يخطفوا المباراة الأول المباراة الأول اللي هنا في مصر بنتيجة كبيرة علشان ما يبقاش أو ما تحطش نفسك في موضوع أصعب أو في موقف صعب لما تروح تلاعب السنغال هناك في دكار لأن طبعا في دكار ستلاقي برضو الملعب مليان جمهور السنغالية على آخره فهيقى برضو ضغط على اللاعبة بتاعتنا هناك فأنت لازم تخلص المباراة وتأمن نفسك هنا في مصر قبل ما تروح تلعب في السنغال وفي النهاية بالتوفيق لمنتخب مصر في المباراة النهاردة سلام